يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهاواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما عودناكم طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم نكون متواجدين في المقر الرئيسي بالجزيرة نطلعكم على الأجواء وأيضا أخبار الفرق المختلفة والحقيقة أنه الأجواء يمكن طبعا كالعادة العاملين هنا بيستعدوا على قدم وصاق الاستقبال عضاء النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم والحقيقة أنه يمكن التقس جميل بالنسبة لمحبين الشتاء زي يعني في الساعات الأولى من صباح اليوم كان فيه بعض النسمات الجميلة في الساعات الأولى من صباح اليوم أما بقى نروح لأخبارنا وفي البداية طبعا منحب نتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم فاليوم الفريق راح من التدريبات بعدما أدى تدريبات خفيفة أمس في طبعا على ملعب مختار التيتش النهاردة الفريق أجاز على أن يستأنف تدريباته غدا إن شاء الله استعدادا لمباراة نادي الزمالك أو مواجهة نادي الزمالك المرتخبة في نهاية كأس مصر واللي هتقام لأول مرة فيه المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل إن شاء الله كمان خلينا نقول لكم أن الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر بيدرس أو بيعكف دراسة طبعا المباراة الأخيرة لنادي الزمالك خاصة بعد المركاتو الشتوي اللي قام بمجلس دورة نادي الزمالك الجديد برئاسة كابتن حسين لبيب وأيضا في ظل وجود مدير فني جديد البرتغالي جوماز اللي خاضي يمكن مع فريق نادي الزمالك ثلاث مباراة قبل مواجهة صور الغيني اليوم في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة الكنفترالية الإفريقية كل هذا هيكون إن شاء الله أمام مستر مارسيل كولر لدراسته جيدا قبل مواجهة نادي الزمالك في بطولة نهائي كأس مصر زي ما قلت لكم لو هتقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة أما بقى من داخل الفريق فطبعا يمكن الحمد لله الجهاز الفني استعاد جهود عمر كمال عبد الواحد وأيضا محمود الزنفلي بعد غيابهم عن المباراة الماضية والمباراة الإفريقية طبعا بسبب عدم قدهم إفريقيا أما كابتن النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي فبإذن الله هيخود المرحلة الثانية من مرحلة علاجه الثانية في إبريل المقبل وهيطير إلى مدينة ميونخ الألمانية لاستئناف طبعا رحلة علاجه بعد ما أدى المرحلة الأولى هنا في القاهرة وأيضا كمان خلينا أفكركم أن يمكن طبعا قائد منتخب مصر قائد منتخب النادي الأهلي وطبعا نجم منتخب مصر محمد الشناوي كان أصيب مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمة الإفريقية الماضية أيضا خالد عبد الفتاح طبعا استعاد يعني الحمد لله المدير الفني استعاد جهود المدافع خالد عبد الفتاح أيضا وانتظم في التدريبات الماضية بعد تعافيه من شد في العضلة الخلفية خلينا أفكركم أن النادي الأهلي كان حسم تأهله لنهاء كأس مصر بعد فوز سهل على أمبي بثلاث أهداف دون رد وأيضا نادي الزمالك حسم تأهله لنهاء كأس مصر بعد فوز يمكن أصعب أمام برامة زبركالات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بطبعا ثلاث أهداف لكل فريق كمان خلينا أفكركم أن النادي الأهلي بيعيش حالة فنية الحقيقة جميلة جدا بعد تصدر مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 12 نقطة وزي ما احنا شفنا طبعا المباراة الأخيرة وحقق فيها النادي الأهلي الفوز بهدف دون رد وفرح جماهيره كالعادة وإن شاء الله النادي الأهلي فرحنا في نهاية كأس مصر إن شاء الله يوم الجمعة المقبل كمان خلينا أفكركم أن النادي الأهلي حصل على لقب كأس مصر والرقم القياسي برقم 38 بطولة بينما حصل النادي الزمالك على 28 بطولة في خلال طبعا السنوات الماضية منذ بداية إقامة هذه البطولة الأقدم والأعرق في تاريخ كرة المصرية أما على صعيد السلة فرجال السلة هيواجهه اليوم نادي هيليبلس في السامنة مساء ضمن منافسات دوري السوبر السلة كمان خلينا أقولكم أن النادي الأهلي هو متصدر البطولة وأيضا حامل اللقب وعلى ذكر السلة أيضا بنحب حبين نبارك لسيدات السلة بعد فوزهم على الجزيرة أمس في مباراة مسيرة ضمن منافسات دوري السلة نروح بقى للكرة الطائرة فلعبي النادي الأهلي طبعا الدوليين انضموا لمنتخب مصر للكرة الطائرة استعدادا لمنافسات دورة ألعاب الأفريقية اللي هتقام في غانا ابتداء من 8 مارس كان السيدات كرة الطائرة انضموا لمعسكر منتخب مصر أمس واليوم رجال الكرة الطائرة هينضموا لمعسكر منتخب مصر واللي هيقام على صالة حسن مصطفى دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو مشكورك على هذه التغطية شكرا جزيلا لنورتينا صباح الفل عليك يا نورهام